حيات أزمة اعتراض محمد صبحي على عدم المشاركة أمام المريخ السوداني طيب الأسبوع اللي فات كريم كنا مع بعض هنا وقلت لك أن صبحي يلعب مطش اسموحة ويرجع عواد في مطش أفريقي بعد مطش أفريقي على طول بتاع المريخ ظهر ستوري لمحمد صبحي وشكابالة كمان انت قلت شكابالة هيشارك وفعلا شارك فيه بالضبط وقلت أن شكابالة هيشارك أساسي بعد مبارات المريخ ظهر ستوري لمحمد صبحي أنه هو بمعترض على القصة دي تحكي لك اللي حصل في الفندق هناك الجهاز الفني راح لمحمد صبحي ورّله السكرينشوت للستوري المنتشرة محمد صبحي فوجئ بيها قال لهم أنا لسه عارف بالستوري ديت منكم أنا الحسابي هو أنا ما نشرتش أي حاجة ودي ستوري مفابركة فاللعب رد بين الستوري دي مفابركة ونشر أن الستوري دي مفابركة الزمالك كان متفق مع محمد صبحي أن انت هتكون موجود ماتش اسموحها وعواد هيرجع مبارات أفريقيا وده كان النظام أو السيستم اللي الجهاز الفني شغال به مع السنائي محمد صبحي ما اعترضش في مبارات المريخ ما حصلش أي أزمة بدليل أن قبل كده محمد صبحي كان بياخد وعود من الجهاز الفني أنه هو شارك وما كانش بيشارك اللعب ما كانش بيعمل مشكلة فالجهاز الفني راح للحارس تأكد منه أن القصة ديت ورفضوا توقيع غرامة عليه لأنه اتأكدوا أن الحارس ما افتعلش أي أزمة ومنشرش أي حاجة تدل على أنه اعترض أن عواد رجع تاني للمشاركة مع الزماج وبالتالي ما فيش أي مشكلة بالنسبة لحماد ما فيش أي مشكلة ما بينهم من الاتنين وده لما لعاب ماتش اسموحها أدى بشكل جاي جدا وعواد لما لعاب الماتش المريخ كان واحد من اللعيبة الممازينة مين هلع ماتش الترجي؟ عواد مستمر زي ما هو حارس أو حارس صبح يرجع الدولي ولا عواد هيكمل لا هم رفضين في الزمالك فكرة تطبيق سياسة الدور إن ده ياخد دوري وده لكن محمد صبح يدوره فرصة إن لما تكون فيه فرصة أن أنت تشارك تشارك فيه مثلا فترة دايقة ما بين ماتشين فيدخلوا محمد صبحي فيه ماتش كاس يدخلوا محمد صبحي لكن الماتشات اللي جاء الزمالك عنده ترجي في برامتز في ماتشين أفريقيا وربعا فكل دقيق بنسبة كبيرة هيكون عواد هو اللي حارس